اشتركوا في القناة صغير لطيف تربوي سميناه نظرات تربوية في القرآن والسنة وذلك على صفحاتي دعاة إلى الخير فأهلا بكم وراء مرحبا أيها الإخوة الكرام أما حديثنا الأول فهو الحديث عن أساليب السؤال ولعلني أسميه الحكمة التربوية كيف نسأل الناس ما هي أركان العلم أركان العلم أيها الإخوة أولا السؤال ثانيا المسؤول ثالثا تحديد السؤال رابعا وجوب الإجابة خامسا الإجابة المشبعة مثال ذلك قوله تعالى يسألونك وذكرت كلمة يسألونك في القرآن الكريم ست عشرة مرة مثالها يسألونك عد الأنفال فلابد من السؤال لأن السؤال باب العلم لا بد منه والنبي عليه الصلاة والسلام نبهنا إلى أن على الإنسان أن يكون له لسان سؤول وقلب عقول فإذن يسألونك السؤال ثم قال يسألونك من المخاطب هو النبي عليه الصلاة والسلام فإذا أردت أن تسأل فاسأل عالما لأن العالم يهديك بجوابه الطيب ولا تسأل جاهلا فإن الجاهلا يضل ويضل يسألونك الفقرة الثالثة أو الركن الثالث وهو تحديد السؤال يسألونك عن الأنفال يسألونك عن المحيض ويسألونك عن الجبال وهكذا ذكر في القرآن الكريم كثير من مثل هذه الأمور فهو لا يسألونك عن الأنفال فإذن لا بد أن يكون الجواب عن الأنفال والأنفال هي الغنائم التي حصلت في معركة بدر أيها الإخوة الكرام أما الركن الرابع فهو قل لا بد أن تجيب إذا كنت عالما فيجب أن تفيد الناس لم تستطع الإجابة فعود إلى الآخرين أسألهم ثم بعد ذلك أجب وأنت متأكد من الإجابة فلا بد قل يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول ويسألونك عن المحيض قل هو أذن فاعتزلوا النساء في المحيض ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو فلا بد من الإجابة أما الركن الخامس فهو الجواب المشبع لا تجيب جوابا مختصرا فإن السائل سيعود فيسألك مرة أخرى وربما يسأل غيرك فلا بد من الإجابة المشبعة يسألونك عن الأنفال لاحظوا معي قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تُديت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم قرأت عليكم الآية كلها لتعلموا أن القرآن حينما سئل كانت الإجابة وافرة ومشبعة إذن فما هي أركان لعلمي أيها الإخوة السؤال المسؤول تحديد السؤال وجوب الإجابة الإجابة المشبعة سلمكم الله وأحسن إليكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة